المنتخب المنتخب عنده البطولة الافريقية ان شاء الله في يناير المقبل البطولة في المغرب المنافس الاشرس بالنسبة لك هو المنتخب التونسي بالتأكيد ولكن دايما لما بنقول ان انت اه انت خدتها من تونس في قلب تونس لأول مرة على مرة تاريخ ولكن النهاردة وانت في المغرب والجزائر انت عارف ان تونس مغرب والجزائر لكنهم بيلعبوا على ارضهم اوه مفيش اختلاف يعني انت اللي جاي نفس الجمهور نفس الجمهور هم شمال افريق يا هم التلات دول بالزبط فانت تعتبر هتبقى بتلاعب لو لعبت تونس ان شاء الله ان شاء الله في النهائي اكيد انك بتلاعبوا على الارض اكيد وانت اكيد شايف البطولة ازاي والله انا شاف البطولة مش هتبقى سهلة بالنسبة لنا خاصة ان الفرق التونسية كمان اتقدمت كتير منتخب تونس تقدم كتير قوي وكان موجود في الاولمبيات اتقدم برضو بمستوى كويس فانا شاف ان النهائية هيبقى مصر وتونس ان شاء الله بإذن الله وشاف البطولة هتبقى موجودة في الملعب مين بقى يكسب مين مش يكسب اللي هيبقى موفق اكتر في حرص المرمى موفق اكتر في الناحية الدفاعية موفق اكتر خاصة ان انت هيبقى عندك يحيى خالد موجود دودو عنده اصابة مش هالحاق هتعواضي بسند وممضوع انا شاف احمد خيري كمان راجع محمد ممضوع برضو عمل مستوى كويس قوي خيري عمل مطشط كويس في بطولة اوروبا ولما جيه التجميع اللي هي مع المنتخب هنا الدوليين لا عمل مستوى كويس في المطشين اللي هم ملعبوهم مجدونيا بالزبطة فانا شاف ان شاء الله حزوزنا تبقى احسن بإذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله